اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في الهيئة نقدم لكم جائزة يومية عبارة عن لوح ذكي مقدم من إدارة تقنية معلومات للفايزين على سؤال حلقة اليوم يعني آخر الحلقة من سوي القرعة طبعا اللي حاب يشارك على السؤال اللي يقول الرضاعة الطبيعية يجب أن تبدأ خلال أول ساعة من الولادة أم بعد ست ساعات من الولادة أم خلال 24 ساعة طبعا الإجابة موجودة في تطبيق طفلي اللي عنده التطبيق ممكن أنه ينزل هذا التطبيق ويحصل الإجابة لكن نرجع نقول ممكن ترسلونا الإجابات مع الاسم الثلاثي يعني الواحد يكتب لي أول ساعة أو يكتب لي ست ساعات أو يكتب لي 24 ساعة والاسم الثلاثي على رقم 4006 فنستقبل إجاباتكم حتى الساعة الحاديثة عشر إلا عشرة ماشي اللي حاب يشارك حياها الله وبيفوز بجهاز لوح ذكي مقدم من إدارة تقنية المعلومات أشواق نوزع جهازين ولا جهاز واحد اثنين واحد خلاص يوم من أشواق شي ما كانت تقول اثنين عموما كل التحيات لمخرجة الحلقة اليوم الأستاذة ميثة بن بيات وفي التنسيق معنا أشواق مسعد طبعا مستمعين الكرام اليوم يوم الأحد ومثل ما أنتم متعودين يوم الأحد دائما ما يصدر مع صحيفة البيان ملحق البيان الصحي والذي تتعاون في هيئة الصحة بدبي مع صحيفة البيان وفيها مجموعة مهمة من الأخبار أول أخبارنا لمن اتطرق لها أن أطلقت هيئة الصحة في دبي مع بداية شهر رمضان الجاري تطبيق حياتي بمميزاته الجديدة التي تساعد مرضى السكري على إدارة المرض والتعايش معه من خلال نشر وزيادة التثقيف الصحي بالمرض وتعزيز السيطرة على معدلاته الطبيعية ومضاعفاته السلبية يقدم تطبيق حياتي مزايا فريدة ومفيدة تعمل كدليل شخصي للمرضى بهدف زيادة الوعي بالمرض واكتشافه مبكرا والتحكم به مما يشكل دعما لمكافة الأشخاص المصابين بهذا الداء على مدار شهر رمضان الفضيل ويتميز تطبيق حياتي بمجموعة شاملة ومخصصة من الأدوات والمزايل للتشجيع على الصيام الأفضل صحيا خلال شهر رمضان بما في ذلك مواعيد الصلاة مراقبة معدلات السكر بانتظام وتناول جرعات الأدوية والتذكير بها في الوقت المناسب وتتبع معدلات ضغط الدم ومؤشر كتلة الجسم وإدارة المواعيد مع الأطباء طبعا يعد تطبيق حياتي مثالا على كيفية تقديم هيئة الصحة في دبي مزيدا من الخبرات المفيدة الهادفة إلى تعزيز وتحسين مستوى حياة المرضى أنصحكم أنا شخصيا أنكم تنزلون هذا التطبيق سواء يعني اللي يعاني من هذا المرض أو اللي عنده حد من أسرة يعاني من هذا المرض فأنصحكم تماما أنكم أنتم تنزلون هذا التطبيق لأنه جدا مفيد أيضا من الأخبار الأخرى باقات علاجية بأسعار مخفضة في مركز الإخصاب طرح مركز الإخصاب التابع لهاية الصحة في دبي باقات علاجية بأسعار مخفضة تتراوح بين 12 و25% لتمكين المتعاملين مع المركز من إعادة تكرار عمليات الإخصاب في حال عدم نجاحها في المحاولة الأولى إضافة إلى تبسيط الإجراءات الدفع ليرافع مستوى الرضا وتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي لهم طبعا تشمل أسعار الجديدة التي تم طرحها على شكل باقات عمليتي أطفال الأنابيب والحقن المجهري والتلقيح المجهري للبويضات المجمدة والتلقيح الاصطناعي وتحفيز التبويض إضافة إلى حزم التسجيل للزيارة الأولى والتي تتضمن الاستشارة الطبيعية والتصوير بالموجات فوق الصوتية وشملت الباقات الجديدة عملية الحقن المجهري من بويضات مجمدة الدورة الثانية طبعا وذاكرين الأسعار اللي هي 11500 درهم وعملية الحقن المجهري اللي هي 18000 درهم واطفال الأنابيب ب14000 درهم والتلقيح الصناعي ب3650 درهما والاستشارة ب900 درهم طبعا يعني اللي حاب وإن شاء الله يا رب ما حد يحتاج التوجه إلى مركز الأخصاب لكن يعني دائما ما أتذكر نسيت اسمها الدكتورة تذكرين اسمها الدكتورة؟ لم أبعى واطف اللي هي الهندية ماري جون ماري جون يعني هي ممسلمة بس دائما يوم أتكلم معها طبعا مدام أنها تكلمت أنا كنت أسأل أشواق يعني بس ما دام أنت تكلمت نرحب بالدكتورة وفا عايش كمفروض تطلع معنا بعد الفاصل لكن دائما لازم إذا ما كحت لازم لازم أثبت وجودي يا ستاني تتعرف وجودك دائما صباح الخير دكتورة وفا عايش ومدير إدارة التغذية السريرة في هيئة الصحة بدبي طبعا تذكرت دكتورة ماري جون ليش؟ لأن دائما هي مش مسلمة بس دائما يوم أسألها كذا يعني شو النسب اللي أنت تحطون تقولك هذا كله من عند رب العالمين طيب بما أن دكتورة وفا تكلمت فبقولكم خبر السحور نطلع فاصل ما أقولهم الخبر ما للسحور؟ هذا هو بقول الحينة أكدت العيادة الذكري هي تصحب دبي على أهمية الكثير من تناول الفاكهة والخضروات الطازل جخلاء شهر رمضان المبارك لاحتواء نسبة عالية من الألياف والماء والأملاح والفيتامينات وتجنب الكثير من ملح الطعام والمخللات والأطعم المملحة والتوابل والبهارات لتجنب الشعور بالعطش والتقليل من شرب الشاي والقهوة المركزة التي تساهم في إدرار البول وفقدان الكثير من السوال طبعا وجهت العيادة التي شاركت بها مجموعة من خصائيات تغذية في الهيئة إلى التدرج في تناول وجبة الأفطار من خلال البدء بالتمر ثم الماء قبل تناول وجبة رئيسية التي يجب أن تكون متوازنة وتضمن الخضروات والفاكهة المحتوى عليك عموما الشاهد وين؟ الشاهد أنه مفروض أنه ما أقرأ هذا الخبر بما في الدكتور موجودة معها لو أخصائيات تغذية الهيئة هي اللي عدت في الإدارة دكتورة بس ليش أنا قريتها؟ قريتها لأنه الله يسامحوا واحد من الشباب مستحرنا مالح يا الله إنك عليوم ما تطلع في الشمس كتير لأنه يعطش وهي من ضمن الأشي اللي إحنا قلنا ما يتسحرها الشخص ممكن تفطر وتعودها بأنك تاخد لبن أو أشياء شرف لبن وايد بس تعرفين مالح جدامت صراحة لا يقاوم عموما نذكر بسؤال الحلقة سؤال الحلقة يقول الرضاعة الطبيعية يجب أن تبدأ خلال أول ساعة من الولادة خلال ست ساعات من الولادة خلال 24 ساعة من الولادة والإجابة أيضا موجودة في تطبيق طفلي اللي حاب أن يشارك في المسابقة معنا ممكن أن يرسل الإجابة مع الاسم الثلاثي وأعتقد يعني معظم الإجابات سليمة وايد يعني حتى الشباب مشاوبين بشكل سليم عموما نتمنى التوفيق للجميع صباح الخير بقصوص جهاز السكر أنا رحت من الساشفة راشد وسألت كل الأقسام يقولولي الجهاز مش موجود أرجو الإفادة ويعطيكم العافية سالم إن شاء الله سالم برد عليك بس عشان ميثا ما تعصب خلني أطلع فاصل وبرجع لك إن شاء الله صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم مرة أخرى مسمعين الكرام حياكم الله معنا في الجزء الثاني من برنامجكم صحة وسعادة نذكركم بسؤال حلقة اليوم واللي بيفوز فيها واحد من المستمعين السؤال يقول الرضاعة الطبيعية يجب أن تبدأ خلال أول ساعة من الولادة ست ساعات من الولادة خلال 24 ساعة من الولادة طبعا هذه المعلومة وغيرها من المعلومات اللي ممكن تحصلونها في تطبيق طفلي أنصحكم منكم تنزلون هذا التطبيق أيضا مستمعين للإجابة يمكنكم رسالة الإجابة السليمة مع الاسم الثلاثي على رقم 4006 وكذلك المجال ملتوح لكم لأيه السفسارات وأيضا اللي حاب يتداخل معنا اليوم ممكن أنه يتصل على الرقم 600551414 قبل الفاصل المستمع سالم كان يتحدث يقول عن جهاز السكر أنا رحت مستشفى راشد وسألت كل الأقسام يقولوا الجهاز مش موجود أرجو الإفادة سالم اللي أنا أعرفه أن الهيئة لما بدأت بصرف هذا الجهاز الدكي حطته في مركز دبي السكري ومستشفى راشد ومستشفى دبي ولطيفة وكانت الدفعة الأولى فيها 400 جهاز طبعا هذا الجهاز يصرف للمرضى المصابين بالسكري وفق شروط محددة هذه الشروط أن المصابين بداء السكري من النوع الأول واللي يعانوا عدم انتظام السكر وهبوط مستوى الجلوكوز بالدم بشكل متكرر أيضا يصرف الجهاز للأطفال المصابين بداء السكري من النوع الأول معرضين لخطر هبوط مستوى الجلوكوز وأيضا المصابين بداء السكري من النوع الأول أو الثاني ويأخذون جرعات حقا من الإنسولين يوميا وفي عندهم سيطرة على مستويات الجلوكوز ضعيفة جدا أنا ما أدري هذا الترفون وين لنحطه سايلنت فالجهاز هذا يصرف بوصفة طبية ولا يمنح وكان الدكتور السيد يعني قال لي أتذكر أن حتى إذا في حد من الإخوان حاب أن يحصل هذا الجهاز ممكن يراسل إدارة الصيدلة وممكن يتواصل معهم ويحاولون يدبرون للجهاز دكتورة قبل سولة فياج خلينا نأخذ هذه المكالمة وهذه المداخلة ألو السلام عليكم السلام يا هلا عيسى كيف فعلك الله يسلمك في عد سؤال أبغي أسأل الدكتورة في حالي للشخص كان بس يفطر يعني ما يسحر سنزيل لكني أنا يعني يعني يوم أكون في العمل أحس بالتعب والإرهاق وجسم يكون يعني يعورني مقعارس وعندي كانت إصابة في الظهر مثل ثلاثة أيام رحت إلى المستشفى قالوا لي عندك أول شيء أنك عندك الإرهاق وش ما تنام كويس يعني وشو داخل شو علاقة وجع الظهر بأنك ما تنام كويس يعني هل هل الكلة كانت تعورك هل مثلا في ألام أخرى يعني لأنه يعني ما أتوقع بس الإرهاق بسبب ألم في الظهر على كل هأجاوب إذا فيه سؤال تاني أو الأجاوب على طول عيسى عندك هل سؤال تاني لا مشكور إذاك الله خير مشكور تفضلي دكتور هلأ أنا بتقنيات طبييا لازم يكون فيه طبيب متخصص اللي يجاوب على هالموضوع أنا حتكلم تغذويا من ناحية تغذوية عدم تناول السحور يؤدي إلى الإرهاق لأنه الطاقة اللي أنت بتحتاجها أو الدماغ خلينا نقول الجلوكوز بيجي هو الوقود الأساسي للدماغ اللي بيجي من الإفطار في الأيام العادية أو من السحور في الأيام برمضان خصوصا إذا هو يعمل يعني هو مش في إجازة ونايم بدي يطلع يقوم ينش من الرقاط يروح الدوام فبالتالي بيحتاج أنه ياخد السحور وياخد طاقة كفاية عشان ما يحس في الإرهاق اللي هو حاسس فيه ودائما ننصح عيسى أنه ياخد الأطعمة عفوا من السحر مالح يمكن ما أعزمتني ياخد الأطعمة اللي عيسى فيها طويلة المدى يعني الكاربوهايدرات المعقدة بمعنى أنه الإشاء اللي فيها حبوب كاملة تاخد وقت لين تنهضم ممكن تاخد فول تاخد عدس ممكن تاخد سمك بس مش مالح فيه ناس سألوني هذا السؤال فطبعا بجوهم نعم ففيه أطعمة خاصة للسحور بتعطيك مدى طويل وتحسسك بالطاقة على طول اليوم وهي اللي لازم ياخده طبعا الأهم من هذا كله ألم الظهر ممكن يكون لترسب الرمل بالكلة نتيجة لعدم شرب الماء فإذا هو عيسى من الناس اللي ما بيشرب ماء كفاية أيضا ممكن يتسبب في ألام في الظهر نتمنى أنه يوزع الماء تمن كاسات على الأقل لغسيل الكلة والباقي ياخده عن طريق الفواكه والخضار حتى يقدر ياخد كمية كافية من الماء طيب دكتورة ما نتكلم عن كيفية إمكانية استثمار شهر الصوم للخروج بلياقة سريمة وصحة عالية يعني كاستثمار أفضل لهذا الشهر طيب أول شيء أنت بتلاحظ ما بعرف إذا لاحظت نفس الملاحظة اللي عندي أو إحساسي خلينا أقول الوقت من وقت الإفطار للإمساك بحسه كتير أصير وإنه الإنسان يظل يأكل في هاي الفترة من أول ما يفطل لغاية ما يمسك صعب وبيزيد الوزن وتخل أنا برأيي هادي حسنات فيها لنا أنه الوقت شوي أصير بمعنى أنه أنا لما أفطر ويكون فطوري بالتسلسل اللي احنا تكلمنا عنه يعني أفطر بتمر أخذ اللبن أخذ الشوربة أصلي أرجع أخذ الطبق الرئيسي مع السلطة قبل واروح أسوي الترويح وأرجع أخذ الجيمات أو القطايف أو الكنافة على حسب الأشخاص أنا وزعت السعرات الحرارية بالوقت الأصير اللي عنا وبالتالي أنا بنهاية رمضان حطلع بصحة سليمة بإذن الله أهم شي أني أنا لما أبدي أخذ يكون الأطعمة ما فيها دهون كثير ما فيها حلويات وسكريات كثير لما أبدي أخذ السحور ألتقي دائما السحور الصحي يعني أروح لأشياء تفيد فعلا الجسم أدعمه بالفواكه ما في ألز من الخيار لما تاخده على السحور تاخده كامل يعني بس تطعها وتأكلها هيك مش تقطعها ليه؟ لأنها فيها مليان مي و بيرطب الحلق وبنفس الوقت بيعطيك القشرة ما تأشرها لأنه في القشرة في زيوت تدعم صحة الجسم و نظارة البشرة وبالتالي يتحسسك أنك أنت هيك صحي هاي واحد بعدين نجي على إذا بناخد الفواكه لحظة على طار الخيار و القشر دكتورة حتى الموز يقولون قشر الموز بعد مفيد على الكلام سليم؟ شوف الأخضر الموز المر شوي اللي لسه مش مستوي لقوا أنه آخر دراسة وهذا شكرا أنك اتطرقت لها الموضوع لمكافحة الهيبوتايتس سي الناس اللي عندهم الكبد الوبائي لقوا أنه لما أو ارتفاع في دهون الكبد لقوا لصحة الكبد لما بتاخد الموز الأخضر مر بقشره على فكرة و طعمه فعلا مر أنا جربت مرة صراحة كتير صعب لكن لقت الدراسة أنه لما تاخد الموز الأخضر اللي فيه مراره مش مستوي يفعل عمل الكبد و ينقيم شوائب أسرع من غيره من الفواكه اللي فيها مضادات الأكسادية العالية يعني فعلا هو فعال لكن الله يعينك على الطعم مر كتير شراحة طيب أنا قاطعتك بغيت تتكلمين عن السحور إنه دائما الإنسان لما يتوازن وإحنا كنا عم نحكي إنه التوازن الغذائي ضروري في عملية في هالفترة اللي إحنا منصوب فيها لأنه فعلا من السحور للإمساك للإفطار وقت قصير ما تكثر الناس ما تكثر الناس في الأكل اللي ما لداعي لعالي في الدهون لعالي في الشكريات وأنا بضمن لك إنه بنهاية رمضان هتكون صحاب بمب طيب في سؤال يقول سلام عليكم وبركاتي لكم الشهر سؤال للدكتورة شو رايها بحبوب كلين بترول تنزيل الوزن وشكرا أوكي أنا ما حتكلم على أي مركة بالاسم لكن أنا بحب أقول لم يعتمد من منظمة الصحة العالمية أي دواء للسمنة إلا دوايين وأنا ما حأذكرهم الآن لكن هاي اللي أنت عم بتشوفه في الأماكن اللي بتبيع تخفيف وزن حبوب خل حبوب قهوة ما بعرف إيش هذا لا يعني أنا بحكي كدوة هلا في ناس بتاخد أعشاب أنا مش تخصصي ما حقفتي فيها ولكن الأدوية يجب أن تكون معتمدة كيف متخصص دكتور أعشاب ترابع مثلا مثلا في أعشاب اللي هي سلامكة وأشياء اللي هي بيعملوها بيصنعوها وإنت ما بتعرف شواتها فعليا أوكي أنا أنا لا تنصحين الناس فيهم ما أنصح نهائي ما أنصح نهائي ما أنصح ما أنصح وهذا اللي أنا بقوله ما أنصح للي في شيء دواء معتمد لازم يكون معتمد من هيئة الصحة من قبل إدارة الصيدلة يجب أن يكون معتمد من وزارة الصحة يجب أن يكون معتمد عالميا ومطبق سنين عليه ولغاية الآن ما في في دواء جديد طلع في أمريكا بس لسه قيد التجربة يعني لم يطبق أدوية من الانترنت هذا أخطر شيء على الجسم ولا أنصح نعم صحيح صحيح يعني هم سات في أدوية خلي تخزين تخصيص الوزن وما أدري كذا يعني ووايد مشاكل صادفنا في مستشوياتنا في هذا المجال لكن يعني حتى الحين طلعت هبة يديدة في أدوية تطلع الشعر وما أدري كذا وكلها على الانترنت الدواء لازم أن يكون معتمد من إدارة الصيدلة ومن هيئة الصحة ومن وزارة الصيدلة يعني فيه بروسس أنا ما بعرفه إدارة الصيدلة لأدري مني فيه ولكن دائما بقول يا جماعة دواء يعني معتمد من قبل أطباء متخصصين في الصيدلة يعتمدوا الأدوية هاي مش ويكون عليه دراسات يعني إحنا لأي دواء منقول للناس أنه نروح للطبيب عساس أنه يكون معتمد من منظمة الصحة لف دي اي لأنه بأمانة يعني حتى وايد حذرنا من شراء المنتجات الطبية عبر الانترنت لأنه فيها يعني خطورة كبيرة على الصحة العامة لعدم توافر وسال تكييد الجودة والفاعلية للدواء وأيضا التعليمات الخاصة باستخدام هذا الدواء زايد أنه الجودة مش مضمونة ويمكن هذه الأدوية تكون مغشوشة كذلك ما تكون يعني أنا حقول لك على إصد إنساني أنا الله يرحمها يغفر لها أنا بعرفها شخصيا كانت في جمعية النهضة نسائية جابوا دواء أساس تخفيف الوزن وهي عندها كلية وحدة يعني حتى عن طريق ربع وطبعا أدت إلى إنه هي فقدت حياتها يعني الله يرحمه يغفر لها فأتمنى من الناس عدم المخاطرة في أجسادهم عن طريق دعاية لأن هاي اسمها إحنا المخيمية فاد دايت ف ا ا دي يعني خزعبلات ودعاية تمام يا دكتورة خلينا بس نذكر ميثب السؤال وما نطلع فاصل السؤال يقول الرضاعة الطبيعية يجب أن تبدأ هذا تأثير المالح يا جماعة خلال أول ساعة من الولادة خلال ست ساعات من الولادة خلال 24 ساعة حدم طرشلي ثلاث ساعات أنا ما أقول ثلاث ساعات يا جماعة الخير ساعة ست ساعات 24 ساعة ومنشيل إجابة بعد الفاصل فابقوا معنا صحة وسعادة حياكم الله مرة ثانية معنا مستمعين الكرام و أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي عبر إذاعاتكم المميزة إذاعات نور دبي سؤال الحلقة اللي خلال 10 دقائق ومنوقف استقبال الإجابة عليه الرضاعة الطبيعية يجب أن تبدأ خلال أول ساعة من الولادة خلال 6 ساعات من الولادة خلال 24 24 ساعة ما نحذف إجابة ما نحذف 24 يعني خلال أول ساعة وإلا خلال 6 ساعات من الولادة اختاروا واحد من الإجابتين على الرقم 400 6 اللي حاب يشاركنا و أيضا عندنا مداخلة من المستمع فريد فريد ألو ألو حياك الله يا فريد فضل بقيت أستفر بخصوص السمنة الزايدة السمنة الزايدة في حل لها مثلا العمليات التحويل أو القصر المعدة ولا شيء حدد سوالك فريد حدد سوالك يعني يا باستفر شل أفضل الأفضل لا تسوي عملية جراحية يعني ما بفتلك بس هذه جراحة بس هذه اعتمد تدري أحيانا أنا ما بغي يفتلك لأن الطبيب هو اللي يحدد تبغي الصدق يعني بس أنا وجهة نظر خاصة فيني أنا أقول يا جماعة الخير اللي ما يحتاج الجراحة هذه اللي يسويها لأنها هي عملية جراحية في النهار بعضهم يبيعونهم كابسولات اللي هو البالون طيب أنا أنا أوعدك فريد في حلقة من الحلقات إن شاء الله بييب أحد المتخصصين في هذا المجال اللي بيتكلم عن هذه العمليات بشكل كبير لكن إذا قادر تضعف بالرياضة والدايت هذا أفضل شيء لأنا في عندي مشكلة في الكبد والتشاحم اللي عليه طبعا هذا نتيجة السمنة مجرد ما ينزل الوزن حيخف فريد بتروح هاي اسمها فاتي ليفرد هون الكبد نتيجة للسمنة مجرد ما يبدأ ينزل الوزن بتختفي يعني ومحمود اسمح لي أقول إنه العمليات الجراحية لها فريد كريتيريا معينة يعني أولا لاجب أن يكون الوزن أكتر من 150 كيلو وما فوق الكتلة الدهنية لها نسبة معينة 40 وما فوق له مخاطر مصاحب له يكون معا يعني مش بس هيك يكون مصاحب له لا قدر الله ضغط سكر أمراض قلب يعني أشياء أخرى لكن صدقني اللي بيقدر ينزل زي ما تفضل محمودة عن طريق الحمية صعبة شوي بس أسراً اللي يسوي العملية مطلوب أنه ينزل ينزل بالحمية ينزل يعني أغصى لازم ينزل قبل ثلاث شهور من العملية ينزل وزنه لأنه بعد العملية ما بيقدر يأكل وبالتالي الفرق كبير بسعرات الحرارية عشان يتعود يعود نفسه يعود نفسه أنه ما يأكل وعيد واضح فريد أي سؤال ثاني مشكلة إذاك الله خير طيب يا جماعة الخير ما أقول لكم قصة جميلة يقول لك في عام 1776 تعرفون مرسيلية هذه المدينة تعرضت لرباء مميت طبعاً على أثر هذا الوباء يعني ماتوا وادي من أهالي مرسيلية وصارت المدينة تقريباً يعني فاضية ليش؟ لأنه ذهب ضحية هذا المرض الآلاف من سكان المدينة وما كان فيه حد يجرأ أن يدخل هذه المدينة على أساس أنه ما يمرض إلا كان فيه أربعة حرامية أربعة حرامية ما خوفهم هذا الوباء وانتهزوا فرصة أن المدينة خالية وشذا وقاموا يصرقون لبيوت هنا الحكومة قبضت على هذه الحرامية وتم إصدار حكم عليهم بالإعدام لكن الحكومة وعدتهم أن هذا الحكم ما بيتنفذ إلا في حال اعترفوا بسر عدم خوفهم من العدوى وتنقلهم في هذه المدينة طبعاً لما اعترفوا كانت دهشتهم عظيمة لما أعرفوا أن الحل السري اللي وقاهم من هذا المرض والموت مثل الآلاف من سكان هذه المدينة هو دواء بسيط عبارة عن خليط من الثوم والخل ها دكتورة اليوم نتكلم عن فوايد الثوم هذا كان سؤال حدا سألنا عنه طبعاً الثوم من الفلافينويد أو من الزنبقيات منقول عنه وهي إحدى أقوى المغذيات للجسم اللي تعطي طاقة ووقاية من الأمراض ولما منحكي عنه فائدته في كتير من الأشياء وهي كمان فائدة لفريد يا فريد بما أنه الناس اللي عندها مشاكل في الكبد فعليك بالثوم لأنه فعلاً بيحمي الجسم بيبقي من الثوم اللي موجودة فيه وبالتالي بينقيها وبيخفف الدهون اللي موجودة على الكبد لأنه فيه مادة كيميائية موجودة بتحمل جسم من الفيروس ومن السموم اللي موجودة هاي واحد اتنين بيطهر المعدة والجهاز الهضمي وجود الثوم من الزنبقيات أو مثل البصل اللي هي من نفس الفصيلة اكتشفوا أنه خمسة يعني خلينا نقول خمسين في المية من السرطانات تقل جسم عن طريق الخضروات والفواكه وإحدى أهم الفصائل التي تحمي الجسم من المواد المسرطنة هو كانت الزنبقيات اللي تقع تحت الثوم والبصل طبعاً بيحمي الجسم من معظم أنواع السرطانات بنسبة الله يعافي الجميع بنسبة خمسين في المية وجود المواد اللي فيه الآن لها تفعيل فيه حتى تحسين عمل الأنسولين في الجسم عمل الجهاز الهضمي طبعاً فيه ناس عندهم قرحة وتقرحات إحنا مننصحهم إذا كان الثوم الطبيعي ما ياخدوني ممكن يسلقوه وبعدين ياخدوه لسه المواد فيه طبعاً موجودة ومفاعلة بصورة قوية ويحسن أداء الجسم وعمل الأنسولين في الجسم أيضاً بالنسبة لضغط الدم اكتشفوا أنه طبعاً الثوم إذا كان أخدته بأول الصبح بيساعد على تفعيل ضغط الدم وحماية القلب من التجلطات وهذا مثبت فيه أكثر من دراسة هلأ فيه ناس ما بتحب طبعاً ريحة الثوم بالذات الناس اللي بتروح بالداوم أو كذا ممكن ياخدوه على شكل كابسول والكابسول بيكون مادة اللاسين اللي موجود فيه مركزة بكميات أقوى من غيرها هاي كابسولات يعني تباع بالصيدليات؟ ايه في الصيدليات في مراكز التغذية يعني اللي بيبيعوا متروسول ايه وطبيعية مية بالمية ما فيش فيها أي أي مواد مضافة غير مستخلص الثوم يعني وبالتالي وجيلاتين فبالتالي بيدخل المعدة بيتحلل في المعدة ما بيؤدي للأثار السلبية اللي موجودة فيه طبعا في حصل وفعلا أنا ما يعني هاي تجربة حقيقية الناس اللي عندهم ألم بالأسنان لغاية ما يشوفوا الطبيب مثلا صار الألم للطفل بيسنن بيسنن وإنت ما قادر تاخده على دكتور الأسنان لو أخدت نصف الصفوم حطيته على باب الأذن بيمتص المواد اللي فيه زيود طيارة بتمتص الألم تسكين للألم خلينا نقول عبير ما يروح يعالجه عند الطبيب إذا كان متأخر بالليل طبعا في بعض الأشياء اللي إحنا بنعملها بنعتبرها يعني حتى إذا بتلاحظ معظم الأشياء اللي بيتعالش فيها البشرة وكذا هل عم بدخلهم الثوم لفعالية المواد المأكسد الموجودة فيه والمضادات الأكسد طبعا في فيتامين سي عالي في فيتامين بي تولف عالي جدا في زيود طيارة بتساعد على حتى تفعيل عملية الخضم في الجسم في يعني أنا بنصح في الثوم لكل الناس خصوصا الناس اللي بتعاني من مشاكل في الكبد وفي السكر بيساعدهم كتير وبالضغط طبعا بس دكتورة رائحة 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 هلأ عليك شوف إذا بتاخد نعنع أو كبر مسمار المسمار أو النعنع أو البقدونس تفرمه وتاخده وتمضغه ما بنتم الريحة ها يعني إذا مضغط بقدونس خلاص بتروح بقدونس نعنع مسمار كبش قرنفل بيسموه الآخرين أو المسمار بتروح ما بنتم الريحة إذا اللي حاب يتخلص من ريحة الثوم ويبغي يعكل الثوم يعكل نعنع ولا بقدونس نعم أو مسمار خلي نقول قرنفل قرنفل كبش قرنفل عن حد يصير يأخذي مسمار وحديده ويأكلها عموما يا جماعة أخير نحن نذكركم بسؤال مسابقة سؤال مسابقة يقولها رضاعة طبيعية يجب أن تبدأ خلال أول ساعة من الولادة أم بعد ست ساعات من الولادة وطبعا معظم الإجابات سريمة بس في بعض الإجابات اللي هذا أنا اللي عيبني حتى أن في ناس دكتورة يعني يجاوبون ويعطون الريزن ليش أن هي تكون من نجاوب خلاص أظنها نوقف في استقبال الإجابات خاص ما نوقف إجابات الإجابات خلاص أن الإجابة السريمة طبعا هي بعد أول ساعة صحيح وأيضا يعطون الريزن من وراء أحكيهم حلو الواحد يعرف الريزن للي ما بيعرف أحكيهم أنت أنا أحكيهم للي لأن أنت عم تقرأهم من إجابات الأشخاص لكن أولا تخلق وجود الطفل أول ما ينزل وينحط على صدر الأم للرضاعة الطبيعية بيعمل على طول علاقة قوية ما بين الطفل والأم وبساعد على تحفيز إدرار الحليب لدى الأم لأنه بيقرب الطفل لإلها وبالتالي وجوده فعلا بساعد على تكوين الحليب بشورة أسرع وأقوى جميل في حد قال الرضاعة الطبيعية خلال أول ساعة لتجنب هبوط السكر للرضيع هل هذا كلام سليم؟ لا أتوقع لأنه إذا الطفل جوا الأم كان تغذيتها جيدة فهذا يؤثر أما إذا كانت الأم صايمة لفترات طويلة ممكن نعم احتمال نحن عنا جهاز واحد اليوم من وزعه أشواء قالت واحد واحد إن شاء الله بعد أشواء قالت ما يقدر نقول لا نزيل منول فايز معانا مرة ثانية عيسى غانم عيسى هو نفس المتصل هذا اللي اتصل ولا واحد ثاني آه واحد ثاني نزيل طيب ألف مبروك لعيسى غانم عيسى بيتواصله معك من الكنترول فاسمعنا بجهاز لوح ذكي مقدم من إدارة تقنية المعلومات في هيئة الصحة بدبي طبعا مستمعنا ننصحكم اللي يعني اللي عنده حد من خواته ولا عنده حد من هلا يعني حامل ولا على مشارف ولادة أو حتى عندها طفل لين كم سنة دكتورة؟ لين سنتين لين سنتين ممكن نستفيد من هذا التطبيق لأن في وايد معلومات مهمة ومقدمة يعني بشكل تفصيلي ولطيف وجميل وأيضا في فيديوهات أظن دكتورة؟ نعم حطينا كذا فيديو نعم عموما دكتورة أنت دايما تتكلمين عن الألبان في دراسة تقول يعني أظهر الدراسة حديثة أن جرعة يومية من البكتيريا النافعة الموجودة في منتجات الألبان كالزبادي تساعد على تحفيز جهاز المناعة ضد العدوى وتخلص أجسام الأطفال من السعال ونزلات البرد ووجد الباحثون أن الأطفال الذين تناولوا حبوبا تحتوي على هذه البكتيريا النافعة كانوا أقل عرضة لإصابة ببرد وعندما أصيبوا كانت الأعراض أقل حدة ونتيجة لذلك قلت نسبة غياب الأطفال عن الحضانة وزياراتهم للطبيب كما قلت تعاطيهم للمضادات الحيوية وفقا لتقرير نشرة في المجلة الأوروبية للتغذية طبعا الدراسة تضمنت يعني 57 طفل عمارهم بين 3-6 سنوات جزء منهم تناول بكتيريا النافعة واخرين تناولوا حبوب وهمية مطابقة لها في الشكل ووجدوا أن من تناول الحبوب الحقيقية قلت نسبة تعرضهم للإصابة بنزلات البرد ومش بس الأطفال للعلم أي حدا عنده بياخد مضاد حيوي ينصح أنه ياخد البكتيريا الجيدة لأنها فعلا أول شيء بتخلي المضاد الحيوي لأنه إذا بتلاحظ بتصير عندك كثير أعراض مع المضادات الحيوية بتقل فعاليته بتكون أقوى للجسم والجهاز الهضمي عندك بيصير فيه زي تقطيب داخلي وبالتالي بيكون فعاليته أحسن إذن الإفراض في وصف المضادات الحيوية يؤدي إلى زيادة مقاومة البكتيريا لها وعدم استجابتها للعلاج لذلك يعني هؤلاء الأطباء الذين قاموا بهذه الدراسة حذروا من كثرة وصفة لتجنب زيادة البكتيريا المقاومة لها إذن نتمنى لكم الصحة والسعادة دائما مستمعين الكرام نتمنى أن تكون الحلقة شوي خفيفة عليكم اليوم بداية أسبوع وما ثقلنا عليكم يعني أعطيناكم عن الثوم بس الله يخليكم عقب التراويح للعلم بس معلومة مع الأكل لما أنت تحط راس الثوم مثل ما هو مثلا فوق المحاجز شو اللي يسوي ريحة المطحون هذا أقل هو الطازج الأكثر شي يسوي لكن خلينا أقول لو حطوها زي ما هي راس الثوم فوق مثلا برياني كذا وهم غطة في الفرن وشلو كلو أبدا ما يسوي ريحة وبتم في خلينا أقول ستين في المية من الفعالية على الأقل في مثل بيقول نصف العمو للعمو كله يعني أنت عم تاخذ الفائدة على أقل أنا شات عندي عادة سويها بينو بينتش يعني أخذ فص ثوم الصبحة للريج أبلعه بلع بس أحطه ببطني لكن مع ذلك أحس الريحة فيني فبطلتها هاي العادة شوف هو ني دائما إلا بالذات إذا ما أخده عن الريق بدون فطور خلصنا؟ كم لي دكتورة؟ ما عليك نسوي عمرنا ما سمعنا لا كله ولا ميتة بتفصل علينا عنه عادي إذا أخدنا بدون ما يكون يعني هو فعاليته هو ني أقوى ولكن إذا أنا خايف من الريحة وريحة دوام وكذا يفضل أن أخذه مع الإفطار حتى أني على الأقل أتجنب الريحة دكتورة وفعيش ومدير إدارة التغذية السريرية في هيئة الصحة في دبي شاكني لتشاهد التواجد وإن شاء الله نشوف تباشر إن شاء الله بدل الله تعالى إذن مستمعنا وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم على أمل أن نلقاكم إن شاء الله في الغد مع مواضيع جديدة حول التغذية والصيام في هذا الشهر الفضيل وأيضا ما نحاول بعد كذلك ننوع شوية بالمواضيع اللي ما نطرحها ما نتكلم عن بعض الأمور اللي بتفيدكم إن شاء الله في الختام لا أملك إلا أنا نتوجه بالشكر جزيل لمخرجتنا ميثة بنبيات وكانت معنا في التنسيق أشواغ منساعدة أشواغ باتر جهازين أوكي؟ قالت جهازين أوكي مزين؟ وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العري وحتى نلقاكم إن شاء الله في الغد نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي